مرحبا بكم الوصفة اليوم تك 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 في الكوجينة شكون فينا واحد موقفش في الكوجينة وقال شهي هكا ترفقاتوه ما يغزر للفور ويتخيلها أقل حاجة ساعة غرباء بشكون قطعوه وبعد يقول سايب عليا مش نشوف حاجة أخر يزينا من البانكيك ومن الكريب وكل أمور اي بره هوني اي غلة عندك في الكوجينة انا عندك عبتين بنانجة وماستين ما همش حلوين جملة قلت نعملهم بالطريقة هذي سينوت نجم تحط مدالينة تحط طفح تحط نانس تحط خوخ بشميش اللي موجود عندك حاسيل وغلة في الكوجينة نجم تعملها عنب بالطريقة هذي انا اخليت البانان وقصيته اطروف اطروف وانتي الغلة متاعك كيفاش تحب تقصها وطريق ليلها ومورها قصيتهم يكونوا خشين شوية مش جويدين عن الاخر بش تقعد فيهم اللحمة متاحهم تقعد النكهة متاحهم والبنة متاحهم انا نعتيك الباز وانتيكهم بدل اللي تحب عليه انا عملتها معاكم راني الوصفة اقبل اخذيتها كما هي وحطيتها من اليوتيوب وحطيتها من اليوتيوب وحطيتها ونقص سكر حسيت المطعم بتاحها المرة هذي عدلتها على طريقتي وعلي كيفي وجيت بالحق روعة لانتي خذيت تقريب 4 كس سكر نقوله 3 او 4 مغارف كبار حطيتهم في المقلة اللي بش نحط نطيب فيها على الجاز قطوه في المقلة من داخل فيه كراميل وطلق فيه اي نوع تغلى تحب عليه حطيت الهني ذوبتك السكر اللي فيه السكر ذاك الكل وراه بشي قعد اكثريته بشي قعد ليسق في المقلة مش بشي جيل كله في القاتو ما تقولوش راب برشة سكر ولو انه هو السكر بتبيعته لكله معنى حاجة مهيش صحية جملة حطيت ذوبته حطيت عليه مغارفة كبيرة زبدة والزبدة حطيتها بعد ما طفيت الغازة ما نحطيش وهو سخون يغلي بعد ما طفيت الغاز وبعدتوا على الغاز وقت هرميت الزبدة وخلطت الكل على بعضه ما يهمكو مش كان خرج الزيت واحده والسكر واحده ولا الكراميل واحده ما يقلقشتهم بعد يتخلط كل شيء مع بعضه في الخليط هو القاتوب بشي يمتص النكهيت طوو حطيته طوو على الجنب هكذا برده شويها مدام حذرتك البنان وحطيت عليه البنان قصيته بطريقة هذية انا المرلي فاتتك عملتها حسيت بعمال البنان مطعمه كل بلاستيك مطعمه كل بلاستيك المحروق هكذا المطعمه هاي المره هذي بدلت الطريقة وبالحق جيت بنينا على الاخر وحطيت البنان الكل اللي قصيته حطيته ونجيته ونعمل خليط كيف بدلت فيه خليط كعي بعضهم وهوني عندي اربع كيس احليب 60 ملي هز حطيت حطيت اربع مغرف كبار سكر ولا عسل ولا سكر تمر اللي انتي مستنسى تعمله وحطيت الهني ثمانين ملي وإلا ثوث كيس زيت حطيت زيتيتون انا الحقيق حطيت اربع مغرف متع قهوة ملح وباكو سكر فاني وإلا نكهة الفاني وباكو خميرة متع قطو 15 جرام نخلط الكل مع بعضه يستحقر كده و حتى شي وكعب اضم نحطيت حتى تحبها خفيفة نخلط الكل مع بعضه مليح 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 ومان بعد نزيد مغرفتين كبار كاكاو مر المغرفتين مش مشوشين المغرفتين كبار مش مشوشين ممسوحين طبعا نخلط الكاكاو أو نبدأ هو من اللول بش نظمه خاطر نبدأ فيه برشاك عابر يا غرب لوه يا خلط المليح معناها هو قبل الفارينة ولا خلطوا مع الفارينة وغرب لهم الكل الخميرة وفارينة وكاكاو خلطهم مع بعضهم وغرب لهم وحطهم طول فوق الخليط نحن نزربوا الحقيقة لا نقضيه ونقضيه مع هذا ونقضيه مع هذا ونضع عليهم كاس فارينة ليس مليون برشا كاس فارينة الكاس متاعي هز 250 مل ونقضيه كأكواب المعيارية الكاس متاع 250 مل تقريبا يهز 160 جرام فارينة ونخلط الكل مع بعض وإذا جاءتكم برشا برشا ولكن لديك ملك معينة مى موجود ارخف شوية لم يزدد خليطه كما هو ورد خليطه من خليطه بين فارينة تبعد جارية وعند تطيبها وستشيع يعني طيبوا بفارينة تكون مستيثين به إذا كنت تعرفها ماركة أو مستاذين بها نجم الصبة بطريقة تبدل نجي لك الخليطة ونصبه فوق البنان وإلى الغلة اللي حطيتها والكراميل نحاول أن نوزحها بالتأسوي على كبر المقلة المقلة تكون صغيرة لن تهز مشكل مقلة الكبار ونضع الكل من بعد فوقها ونسمحوا ونسويه نجيبه قط قط بشيره طالعه وشيره هابته ونطيبوه على نار متوسطة الأقل من المتوسطة ونغطيوه كما للفور يعني بشير عليه السخنة ونطيب من فوق يعني بشيره واحدة أو نحاول نستويه ومن بعد نغطيه ونحطه فوق الغاز ومن بعد نغطيه ونحطه فوق الغاز الغاز كما قلنا مش نار عالي على الاخر سينون يتشطش معاكم الشاي ويخرج على يمين وعلي سار وإلى يتحرق لكم البنان ولا الغلة متاعكم من اللوت نار متوسطة الأقل من المتوسطة ومن بعد نخلي دريجين معناها كين تارت 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 تحط فيه سكينة تخرج السكينة نظيفها متاعك مخسلت معونك ريقلت أمورك تلقاه أموره واضحة طيب تجي تحطه فسحين تقلبه وتنجم تغرف بالمغرفة منك للمقلم غير ما تتمصخ معونه كما تحب أنت يعني جبته قد 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 يعني شوية اخر ويتحرق في الكاميرا المظاهر اللي هو غامق شوية مش محروق وتحب تقصه أطروف وتحطه فسحن وقالها تغرف غرفينينها كيكا وتهد عليها خالتك النحلة تدخل مش باك شامت ريحة الكراميل والسكر طردتني حسين وهذهت وحتي وارب تجري استنيتها حتيش للي خرجت وبعد رجعت قسيتك بقيت القاتو خفيفة خفيفة على الأخر بالحق خفيفة كيكا الأصحاب نقول اما يتاكل معاه حاجة يتعدي بالحليب يتحط له كريم شانتي وقال لكريم انجليز كان عندكم كريم انجليز تشريوها حكوك حاضرة باكويت حاضرة تصب عليها تجيب لنا على بنا أنا حتيت لها كريم شانتي اللي في البوزة تبدأ حاضرة فاشفاش عليها وحط رهيجة بنينة أنا مناكلش راني الحلويات والحاجات هذو حقيقة راني نطيب ونضوق ساعات كن اقتضى الأمر وبش نعرف المطعم بعض راني مناكلش اما هذي كليت من هزوزة براج مغي من هشهر صحيح تضرب في الراس اما كليت برج هكا وعديت بعض الثاني هكا ويني وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة